فرنجي مع المقايضة وبدنا العدية من مجلس الوزراء ممثل بدولة الرئيس تمام سلام أنه يعطينا بأولادنا على عيد المولد النبو الشريف تباركت السلسلة دولياً صندوق النقض الدولي كان واضح أنه نحن اليوم مصلحتنا نقر السلسلة لنحقق الإيرادات بدل ما نكون عم نصرف بدون الإيرادات في ذكرى فتح فتحان إحنا حركة اعتراضية إصلاحية داخل الحركة لنستعيدها من اللي سرؤوها داعش يسقط طائرة ثانية التابعين الجند الخرافة الدولة الإسلامية بإسقاب هذه الطائرة وعبارة أتلانتك بعد طائرة الماليزية ترجمة نانسي قنقر صباح الخير يصف العام آخر أيامه ليسلم العهدة المرة حتى الأعوام تأتي بخلف لها وتنتخب سنوات جديدة أما الديمقراطية اللبنانية فليس لها هذا المجد تورث الرئاسة الأولى الفراغ أو في أحسن الظروف تنتخب التمديد للثانية العام أصبح على باب الخروج والجيش على بوابات الحدود يحرص وطنا تحسده العيون الصود والرايات الأشد سوادا عسكر يتأهب لغزوة آخر السنة أو ما يعادلها من محاولات هجوم لقوى إرهابية جيش يطوق المداخل لأنه اختبر غدر المنزوين وراء الحدود وسعيهم الدائم لالتحاف إمارة تؤويهم من عدوهم الأبيض والغدر لا يعرف زمنا وسبق له أن تسلل من رأس السنة قبل 14 عاما عندما نحر الجيش في قلب ثكناته واعتدي عليه في جرود الظني ومنذ ذلك الحين وهو هدف دائم للإرهاب وإن اتخذ أكثر من اسم وصفة هذا العام تشددت الإجراءات وأخمدت معها تلك الأصوات الرافضة لحصار عرسال فنواب بيروت أيدوا الإجراءات حماية للاستقرار وهو ما كان عرضه الرئيس سعد الحريري قواعد الاشتباك تبدلت أيضا لدى أهالي المخطوفين من العسكريين حيث تحركاتهم باتت ضمن البيوت السياسية المغلقة وهم التقوا رئيس تيار المردس ليمان فرنجي الذي أيد كل الوسائل المتاحة لتحرير العسكريين بما فيها المقايضة هذه الزيارات تؤشر إلى تكون قناعة لدى الأهالي بأن الشارع لم يأتي بأبنائهم ولهم في الطيار الأردني المأسور مثال على كيفية التعامل في ملف التفاوض حيث أعلنت عائلة الطيار أنها تأمل من الحكومة التزام الصمت في عملية التفاوض حتى لا تحدث ضررا بابنها لكن مع قضية العسكريين اللبنانيين لم تبقى جهة إلا وقدمت المساهمة مرة على شكل وسيط ومرات عدة على شكل شيوخ طريقة أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجي تأييده حواري عين التيني والرابي قائلا لصحيفة المستقبل أنا في المبدأ مع أي حوار يجري بين أي فريق وآخر وأؤيد الحوار الذي بدأ بين المستقبل وحزب الله في عين التيني وعن موقفه من الحوار القائم في الرابي تحضيرا للقاء المرتقب بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون ورئيس القوات سمير جعجع أوضح فرنجي أن ليس لديه أي مشكلة مع الأمر بل على العكس يؤيد هذا الحوار أيضا نائب فرنجي كان قد استقبل وفدا من أهالي العسكريين المختطفين وأكد أمامهم أنه مع المقايدة لإطلاق أبنائهم في إطار جولاتهم على المرجعيات السياسية زار وفد من أهالي العسكريين المختفين رئيس تيار المردة سليمان فرنجي في بن شعي وبعد اللقاء نقل الوفد عن فرنجي وعده بالمساعدة في هذا الملف وتأييده كل الوسائل المتاحة لتحرير العسكريين وهو مع أي شيء بيجيبه أولادنا مع المقايدة غير المقايدة بأي أتمان بينجيبه أولادنا فيه نحن نتشكره على هذا الموقف اللي وقفه معنا ووعدنا أنه بده يمد إيده بالحكومة وساعدنا من خلال معالي الوزير ومن خلال الوزراء اللي عندها ومن هون نتوجه لدولة الرئيس تمام سلام وللحكومة المجتمعتها أنه مرع على أولادنا عيد الأطحى وعيد الميلاد وهلأ قاتي المولد النبوي الشريف نتمنى عليهم أنه تكون عديتنا اليوم وبدنا العدية من مجلس الوزراء ممثل بدولة الرئيس تمام سلام أنه يعطينا بأولادنا على عيد المولد النبوي الشريف وأكد الأهالي أنهم ملتزمون عدم التصعيد كما وعدوا الرئيس تمام سلام والحكومة التي يأملون منها خيرا أعلن الجيش عن توقيف أربعة سوريين إثر محاولتهم التسلل باتجاه بلدة بيت جن السورية عبر جرود شبعة وإصابة أحدهم بجروح غير خطرة كما أعلن عن توقيف شخص بعد مدهمة أماكن مشبوهة في باب التبين وضبط كمية من الأسلحة والدخائر وفي البانوراما أعطي الصوم للأساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية ودعم مصري للحوار بين المستقبل وحزب الله وأخبار أخرى في هذا التقرير اعتصم عدد من الأساتذة المتعاقدين في السنوي والأساسي والمهني بالمدارس الرسمية أمام وزارة التربية في منطقة الأونسكو داعين إلى تثبيتهم في ملاك الدولة وإعطائهم مطالب أبرزها المفعول الراجعي وإقرار زيادة على أجر ساعة التعليم وإجراء مباراة محصورة عادلة للجميع نذكر بمطالب أهمها إقرار قانون عادل ومنصف لحل قضية المتعاقدين في التعليم الرسمي وضمهم إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إقفال باب التعاقد الجديد كباب للتنفيعات حتى إيجاد حل المتعاقدين القدامى رأى نواب بيروت أن مصلحة لبنان تقضي بانتظام عمل المؤسسات كافة مؤكدين أنهم مع الجيش في كل ما يقوم به من إجراءات تؤمن الحدود اللبنانية والسيادة والاستقلال وذلك عقب زيارتهم مفت الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان المهم أنه يكمل هذا الحوار للتفاهم على النقطين اللي وضعوا دولة الرئيس سعد الحريري على جدوى الأعمال هذا الحوار أول نقطة هي تخفيف الاحتقان السني الشيعي من خلال إجراءات المفروض تتاخذ على الأرض وتاني نقطة هي موضوع إيجاد الآلية اللي بتسمح بانتخاب رئيس الجمهورية الأهلي لازم يشوفوا ليش الجيش اللبناني عم بيقوم بهذه الإجراءات وأكيد هذه الإجراءات هي لمصلحة أهلي عرسيل قبل أي لبناني آخر نقل السفير المصري محمد بدردين زايد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ترحب وزارة الخارجية بلاده بالحوار بين طيار المستقبل وحزب الله الذي صدر في بيان بالتزامن وزيرته إلى عين التيني دع البيان إلى ضرورة أن تتوافق القوى السياسية اللبنانية وأن ينتهي الحالة عدم الاستقرار هنا وأن تنتهي هذه المرحلة من الفراغ الرئاسي وعرض برية تطورات مع نائب رئيس العراقي إياد علاوي وتناول أجواء الحوار بين حزب الله وطيار المستقبل هو الاستحقاق الرئاسي مع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بحث رئيس الحكومة تمام إسلام في المستجدات على الصحتين اللبنانية والدولية مع كل من نائب الرئيس العراقي إياد علاوي والسفير الأمريكي ديفيد هيل ثم التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان داريك بلانبلي الذي أمل أن يكون الحوار بين حزب الله والمستقبل خطوة على طريق حل المشاكل وملء الشغور الرئاسي ومن زوار السراية وفد من نواب المستقبل في البقاع وآخر من بلدة عرسال برئاسة المختار علي الحجيري أثر نقيب الصيادلة في لبنان ربيح السونة تبعات الترخيص لكلية صيدلة جديدة وما تلحقه من أضرار جسيمة بالجسم الصحي الصيدلي نحن اليوم كنقابة صيادلة نطلب من المعنيين إعادة النظر بالترخيص لكلية صيدلة جديدة ونحن نطلب بوضع دراسي لحاجة المناطق من صيادلة وصيدليات وأحصاء كافية توزعهم على المناطق وتحديد حاجة المواطنين إلى صيدليات وحاجة شركات الأدوية والمستشفيات المتواجدة في تلك المناطق إلى صيادلة أكد اتحاد بلديات الغرب الأعلى الشحار اللا رجوع عن قرار إقفال مطمر النعمة في السابع عشر من كنون الثاني المقبل عم بيصير تقاعص من الوزرات المعنية بموضوع المطمر كل جلسة شيء نسيه الدفتر شيء ما عم بيلاقوا البديل ونحن بنسيه لأنه لا رجوع عن قرارنا ورح يكون مجموع بلديات مثل ما شايف هلأ عمنا قرار إقفال بـ 17.1.2015 في إطار برنامج التعاون العسكري المدني المدعوم من وزارة الدفاع الأمريكية تابع الجيش اللبناني أعماله الإغاثية المرافقة لمهماته الأمنية في منطقة التباني ترابلوس وقامت بعض الوحدات العسكرية بتوزيع كمية من المساعدات شملت نحو ألف منزل وهي عبارة عن ألفي غطاء صوف بمعدل غطائين لكل عائلة وذلك في التباني لسيما في المناطق المتضررة من الأحداث الأخيرة رئيس الحكومة تمام سلام يصف الحوار بين المستقبل وحزب الله بالتطور السياسي الكبير جدد رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وأشار إلى أن استمرار هذا الشغور يشكل إضعافا للوطن وينذر بخطر كبير علينا جميعا ولذلك فلا أحد يستطيع يتنصل ويقول أنه غير معني كلام الرئيس سلام جاء في حفل استقبال أقيم في السرايا الكبير لمناسبة الأعياد ووصف سلام الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله بأنه تطور سياسي كبير وأمل أن يشكل هذا الحوار مدخلا لإنهاء الشغور الرئاسي واعتبر سلام أنه وسط العنف في المنطقة تمكن لبنان من تحقيق وضع أمني يكفل للمواطن اللبناني الحد الأدنى من الأمان مؤكدا أن هناك غصة نشعر بها بوجود عسكريين وأبطال من أبنائنا محتجزين بين أيدي الإرهاب وقال هذا الموضوع أخذ الكثير من الكلام والتداخل والتدخل وذهب إلى أمكنة غير مفيدة وأضاف لن نحتفل ولن نشعر بالارتياح إلا بتحرير هؤلاء العسكريين وأرجاعهم إلى عائلاتهم مرفوعين رؤوس آملا التوصل إلى نتيجة مرضية وإلى شيء يفرج كرب أهالي العسكريين وكل اللبنانيين فيكون بذلك العيد الحقيقي إنقاذ ركاب عبارة اشتعلت فيها ديران في المياه الدولية بين إيطاليا واليونان وسلطات الإندونيسية ترجح وجود الطائرة الماليزية التي فقدت ليلة السبت الأحد في قاعر البحر وقد أعلنت السلطات الإندونيسية منذ بعض الوقت أو منذ قليل تحديدا العصور على أحد أبواب الطائرة في المياه الإقليمية الإندونيسية خلال عمليات البحث عن الطائرة المفقودة تمكن رجال خفر السواحل الإيطاليون من إجلاء جميع ركاب عبارة نورمان أتلانتك التي اشتعلت فيها النيران في المياه الدولية بين إيطاليا واليونان ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وكان على متن العبارة 422 راكبا إضافة إلى فريق عمل السفينة وعملت السلطات البحرية الإيطالية واليونانية والألبانية على مدار الساعة لإنقاذ الركاب العالقين على العبارة وأغلبهم من اليونانيين وفي كارثة الطائرة الماليزية رجح رئيس الوكالة الوطنية الأندونيسية للبحث والإنقاذ أن الطائرة التي فقدت ليلة السبت الأحد بعدما أقلعت من أندونيسيا وهي في طريقها إلى سنغافورة قابعة في قاعر البحر ويأتي هذا الترجيح بعدما استؤنفت عمليات البحث في بحر جاوة في ظل أحوال جوية سيئة وأوضح رئيس الوكالة أن أندونيسيا لا تملك المعدات المطلوبة لسحب الطائرة من قاعر البحر لكنها ستطلب مساعدة دول أخرى عند الحاجة في وقت أن عربة الصين والولايات المتحدة ودول أسيوية عن استعدادها لإرسال سفن وطائرات للمشاركة في جهود البحث عن الطائرة المنكوبة بعد الفاصل لا رجوع عن إقفال مطمري النعم أحال وزير الصحة وائل أبو فعور على نيابة العامة التمييزية ملفا يتعلق باستفادة غير مسروعة من الأدوية الموزعة مجانا من وزارة الصحة حيث تبين للجنة العلمية في الوزارة المكلفة درس ملفات المرضى أن ملفي شخصين لا يستوفيان الشروط المطلوبة ولدى مراجعة طبيبين موقعين على عدد من الملفات أفاد أنها مزورة وأن لا علاقة لهما بالوصفات وتقدم بشكوا لدى نيابة العامة ونقابة الأطباء سلسلة الرتب والرواتب تحظى بمباركة نقدية دولية كيف لا وهي قادرة على تقليص العجز في الخزينة تقرير نوال بري سلسلة أحداث تربعت على عرش هذا العام لبنانيا وعلى رأسها معيشيا التحركات المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب وإن كانت الأشهر الثمانية الأولى قد شهدت تصعيدات شبه يومية من قبل موظفي القطاع العام فإن الملف بات الشبه منسي في الأشهر الأخيرة من السنة كلام ينقضه وزير التربية لياس بصعب ويرى أنه يجب إقرار السلسلة في مطلع العام المقبل فحتى مؤسسات النقد الدولية تجد في السلسلة منفعة للبنان المفارعة الحلوة هنا أنه صندوق النقد الدولي إجع على لبنان مؤخرا واجتمع مع معالي وزير المالية والذي قالوا أنه بينصح لبنان بإقرار سلسلة رتب ورواتب اليوم نحن عم ندفع حوالي 850 مليار من غلاء المعيشي السلسلة تقريبا مثل ما توصلنا لها بالآخر فترة بتقارب الـ 1800 مليار تقريبا يعني عم ندفع 800 منهم غلاء معيشي بالحالتان من دون ما نكون عم ناخد إرادات من دون ما نقر السلسلة مش نهكسها صندوق النقد الدولي كان واضح أنه نحن اليوم مصلحة نقرر السلسلة لنحقق الإرادات بدل ما نكون عم نصرف بدون الإرادات أنا بعتقد اللي صار بالمجلس النيابي آخر مرة اللي طلعت أنا وعلى ضوءة نعات الموضوع وزعلوا مني الكتار منهم قريبين مننا بالسياسي ومنهم بعيد عنها إنما أنا كنت عم بحكي الحقيقة بوقتها ومن وقتها لهلأ أنا قلت أنه هيدا الموضوع نحط بالجرار وفعلاً تبين أنه محطوط بالجرار مشان هيك هلأ الوقت المناسب ومش تحت الضغط نرجع نحكي جدياً بإقرار سلسلة متوازنة بعتقد الشيء الإيجابي أنا اللي سمعته من وزير المالية أنه وهو يصرح حتى بالعلن أكتر من مرة أنه وزارة المالية قادرة تأمن الإيرادات المطلوبة إذن قررت السلسلة بالشكل اللي عمين حكها فيه وقدرة تتحمل هيك سلسلة السلسلة إذن تفيد الاقتصاد اللبناني باعتبار أن الواردات تغطي مليارات الغلاء المعيشي والنقص في السلسلة وهنا تفسير اقتصادي لفوائد إقرار السلسلة ما بقى فيه خليفة جوهرية فيما يتعلق بالسلسلة الخليفة الأساسي صار مؤخرا بعد توفق جميع الكوات السياسية بالإيطال أنه العسكريين السلسلة العسكري طلب أنه إنصافهم بالموضوع وإنصافهم ما بتكلف كتير خزينة عامة لأنه بتكلف فقط 120 مليار ليرة سنويا من هالمنطلق أنه الإقرار السلسي صار مفروض عليها الواردات شوية الواردات العامة؟ الواردات شاندي يعني قصة التوظيفات تبع الكتاعة المصرفة يعني عبر فهم من 5% إلى 7% للفوائد هذه بتأمن لفوق 500 مليار ليرة في عندك طبعاً مسيحات البناء الترخيص الإضافية عليها بتأمن لك فوق 300 مليار ليرة صنع بالـ 800 في عندك التابقة اللي عبر فهم من 10 إلى 11 بنية عندك فوق 300 مليار ليرة عندك فقط هؤلث بنود بالإرادات الضرائي بها بتأمن فوق الألف مليار ليرة يعني تتجاوز بكثير الكلفة الإضافية للسلسلة اللي بتتعلق بتعليلات الرتب والرواتب والدخان وإذا أضفنا إليها الرسوم تبع الدخان والدريبة على الربح العكار وما زلك نصل إلى 1700 مليار ليرة واردات إضافية وهذه الواردات حقيقية وفعالية وليست وهمية بصير عمنا زيادة يعني بصير في عمنا زيادة هالزيادة الإضافية بهذه الموضوع بتأدي لخفض العجز في المالية العامة الواردات صار تقريباً مضمونة اليوم صار الخلاف الموضوع ما بقى خلاف أرقام ولا خلاف تقني صار خلافه سياسي بامتياز يعني السلسلة إقرارها أو عدم إقرارها هو سياسي بامتياز وليس موضوع أرقام أو تقني سياسياً إذن السلسلة لا تخدم أجندات بعض السياسيين المصرفية والعقارية وفي بعض الأماكن الجمركية لكن السلسلة يتبين أنها لا تخدم موظفي القطاع العام فحسب بل هي تخدم كذلك خزينة الدولة العجزة لكن من وضع الدولة في حال عز لن يهمه إنعاشها على حساب مصالحه الشخصية التي أكلت البلد بما فيه نوال بري قناة الجديد العميد محمود عبد الحميد عيسى يقول للجديد قريباً جداً سنستعيد حركة فتح ممن سرقوها تقرير للزميل عفيف الجردلي يستعد القيادي في حركة فتح العميد محمود عبد الحميد عيسى الملقب باللينو لإقامة حفل إضاءة الشعلة في مخيم عين الحلوي في الذكرى الخمسين لانطلاقة فتح فيما تقيم الحركة احتفال مماثلاً لإضاءة شعلتها ما يعكس مدى الخلاف بين الطرفين نحن ماضيين بكل استعداداتنا على أكمل وجه ستكون انطلاقها مميزة وهذه الإشاعات من هنا ومن هناك أتمنى على أخوانا ما يأخذوا فيها هاي بعض الناس المتضررين المتسلقين عم بيحاولوا يشوشوا على هذه الانطلاقة وينفل لينو انشقاقه عن حركة فتح مؤكداً المضيف في معركته مع عدد من الكوادر الفتحوية في الداخل والخارج في حركة اعتراضية إصلاحية إحنا بكل وضوح أعلننا عن أنفسنا بكل مكان وإحنا الأغلابية حتى نكون واضحين وهذا تثبت الأرض إنه إحنا حركة اعتراضية إصلاحية داخل الحركة لنستعيدها من اللي سرؤوها لأن الحركة إسا مخطوفة وقريباً جداً أنا بقولك على الهوى قريباً جداً سوف نستعيد فتح فتح المبدأ فتح الفكرة فتح المقاومة مش فتح المفاوضات ثم المفاوضات ثم الإنبطاح على يد المهزومين هاي الحركة الاعتراضية الإصلاحية أصبحت الأغلابية أنا بحكيك على الهوى وبتحدى هذه الحركة هي الأساس وما حدا ممكن يتخلى عن فكرته أو عن مبدأه إحنا موجودين بكل الساحات بكل الأقاليم بكل الأقاليم بأغلب الأقاليم أما اللي بقيه اللي بيسفق واللي بيطبل واللي بيجمر أعتقد عم بيزمر على آخر أيامه ما قبل الشعلة غير ما بعد الشعلة طبعا عنا إجراءات لنستعيد فتح قلتلك ياها بكل وضوح من كل اللي سرقوها وتسلقوا وسفقوا وتحولوا من مناضلين أحرار إلى موظفين موظفين بمزرعة هذا الحكي ما بجوز يستمر وقريبا بقولك قريبا جدا هذه هذا المرض اللي موجود داخل الحركة إلى مزابل التاريخ بعض يتخوف من كلمة استعادة حركة فتح هل سيكون فيه شي عسكري ولا سي لا 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 أبدا ليش هدول المتسلقين اللي عم بحكي عنهم ليش هدول المتسلقين أنا بحكي بكل صراحة اللي موجودين بالمخيمات هن المناضلين الشرفاء أما هدول المتسلقين ولا واحد قاعد بالمخيم على فكرها وبانتظار إضاءة الشعلتين تبقى عين مخيم عين الحلوي على نتائج الاحتفال بالذكرى بعد الفاصل هجوم مزدوج أهلا بكم من جديد رفض أمريكي إسرائيلي للمشروع الفلسطيني المقدم إلى الأمم المتحدة تنظيم داعش يعلن إسقاط طائرة استطلاع إيرانية في العراق وأخبار أخرى في هذه البانوراما الدولية على خلفية مشروع السلام الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تعرضت الأمم المتحدة لهجوم أمريكي إسرائيلي مزدوج رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بن يمين نتانياهو رأى أن المشروع محاولة تهدف إلى طرح تسوية ستفرض على إسرائيل وتؤدي بدورها إلى إقامة حركات حماس أخرى وتعرض أمن كيانه للخطر في المقابل لفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المسودة الفلسطينية للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال لا تحقق هدف السلام أو تعالج الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وأن القرار يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل إلى اتفاق سلام وانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وهذا من شأنه أن يضر بالمفاوضات المفيدة التي يمكن أن تصل إلى نهاية ناجحة أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على فتن فلسطيني قرب حاجز زعترة جنوب نابلوس ما أدى إلى استشهاده وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد زعمت أن جاشة الاحتلال أطلق الرصاص على فتن فلسطيني لقيامه بلقاء الحجارة على جنود قرب الحاجز ولحقا شيع الفتن فلسطيني واستغضب الأهالي بث تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش لقاطات قال إنه لطائرة إيرانية من دون طيار من طراز شهين مؤكدا إسقاطها في ديالة في شمالي شرق العراق الفيديو بثه التنظيم على موقع يوتيوب بدون أن يذكر كيفية إسقاطها شيع الطهران جثمان العميد حميد تقوي الذي قالت إنه قتل في أثناء أدائه مهمة استشارية لدى الجيش العراقي والمتطوعين العراقيين الذين يقاتلون إرهابي داعش في مدينة سامراء وقد جرت مراسم التشيع في مسجد داخل مقر قيادة العامة للحرس الثوري الإيراني في وقت أعلن تنظيم الدولة الإسلامية تبنيه عملية قتل العميد الإيراني في العراق يجب قتل كل مسلم مؤمن بالديمقراطية هذا ما يؤمن به تنظيم داعش بحسب الكاتب السياسي الألماني وعضو البرلمان السابق يورجين تودنهوفر الذي زار داعش في مناطق مختلفة في السوريا والعراق بمرافقة ابنه وبعدما أمن له أمير التنظيم أبو بكر البغدادي الغطاء لإجراء هذه الجولة في مقابلة أجرتها معه صحيفة ديفيلت الألمانية شبه تودنهوفر داعش بحركة باكيدا العنصرية التي ظهرت في ألمانيا وتنادي بطرد المهاجرين الأجانب ولفت إلى أن أرهابي داعش أعربوا عن أملهم بأن يؤدي هذا إلى رد فعل معاكس يقوم به الإسلاميون المتشددون والجهاديون في أوروبا موضحا أن داعش ضعيفة في الرقة مقارنة بها في الموصل إلى عنوين صحف اليوم الثلاثاء 30 كنون الأول والبداية مع عنوين النهار قانون الإجارات ساري المفعول منذ 28 كنون الأول غانم للنهار تطبيقه مشلول قبل الترميم السفارة السورية في الكويت لا تعيد العلاقات إلى طبيعتها فمانية قتلى في تفجير سيارة قرب منشأة للغاز في حمص المشروع الفلسطيني أمام مجلس الأمن والتصويت عليه اليوم أو غدا ننتقل إلى السفير الجيش لا يتراجع عن إجراءات عرسال وكمين محكم في عرسال الورد داعش يمتلك تاو ويوسع انتشاره نحو لبنان سلام للسفير ملف النفط قريبا في مجلس الوزراء العرب يقدمون مشروع قرار معدلا وواشنطن تهدد الأمم المتحدة استنفار أمريكي ضد دولة فلسطين وفي صحيفة الأخبار مسؤول إيراني يزور بيروت سرا ويلتقي نصر الله الرياض رئيس خلال شهرين سيناء استراحة محارب في صحيفة الأنوار اجتماع المستقبل وأهالي عرسال رفضوا أي تحرك مشبوه ضد الجيش المشروع الفلسطيني أمام مجلس الأمن يواجه معرضة أمريكية الأردن جهود مكسفة للإفراج عن الطيار الأسير وفي صحيفة ديار اليوم مصدر عسكري التشدد الأمني مستمر في عرسال والأمن العام أوقف ناقل متفجرات كمين لحزب الله استهدف موكبا قياديا للمسلحين في عرسال الورد وقتل دعم مصري للحوار تصعيد لأهالي الجبل الأحد ضد التمديد لمطمر النعمة داعش يتبنى قتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني مقبرة جماعية للإيزيديين في سنجار العراق في صحيفة المستقبل ثلاثة جرح احتجاجا على إجراءات الجرود وعرسال تنبض أي خلاف مع الجيش فرنجي للمستقبل مع حواري عين التيني والرابي واشنطن بوست تؤكد خسارة الأسد أكثر من نصف قواته الاتلاف مقتل العشرات من حزب الله في البناء اليوم التحالف الدولي للحرب على داعش أهم إنجازات واشنطن للعام يتداعى مع نهايته خروج الأردن يفتح الباب لأستراليا وبريطانيا وهولندا والإمارات لبنان ينتظر مفاجأة الثماني وأربعين ساعة المقبلة في قضية العسكريين موسكو تدعو دول العالم إلى اعتبار داعش وجبهة النصر تنظيمين إرهابيين وصول عدد من مسلحي الغوطة مع عائلاتهم إلى دمشق في إطار اتفاق المصالحة في صحيفة اللواء حصار مسلحي القلمون عبر وادي حميد وتصريح عبور للعرساليين قهوجي يؤكد لسلام الحرص على الأهالي والمستقبل يشكل لجنة لحل الإشكالات جنبلات في معابد الأقصر داعش يسقط طائرة استطلاع إيرانية طهران حماية العراق جزء من استراتيجيتنا إعادة فتح السفارة السورية في الكويت السيسي سندعو المعارضة والنظام للحوار في القاهرة في عنوين صحيفة البلد الحوار على كل لسان وعرسال إلى الواجهة مجددا مسودة الدولة داعش يعلن إثقاط طائرة في العراق والجيش ينفي الطائرة الماليزية في قعر البحر الجمهورية عنوانة جهوزية عسكرية وأمنية في العيد أوباما فتح سفارة في طهران رهن الاتفاق النووي وفي الحياة أقر بمخاوف دفاعية إيرانية مشروعة ولم يستبعد إعادة فتح السفارة قبل مغادرته البيت الأبيض أوباما يغري طهران بجزرة القوة الإقليمية واشنطن تستقبل حاكم المركزي الليبي وتتجاهل قرار البرلمان إقالته قوات حفتر تتحدى تحذيرات الأمم المتحدة العبيد في إيران للبحث في التعاون الأمني والعسكري الحرس الثوري في سامراء للدفاع عن شراز وأصفهان نختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط شبه توافق على ورقة مرجعيتها جونيف واحد تفاهمات بين الاتلاف السوري ومعارضة الداخل على وفد موحد لندن أحجمت عن نشر ملفات تخص مصر ولبنان والأردن وعمان لحساسيتها وثائق بريطانية سرية تتشر عن نفات بيريز والآن تذكير بعناوين النشر تباركت السلسلة دولياً صندوق النقد الدولي كان واضح أنه نحن اليوم مصلحة حطنا نقر السلسلة لنحقق الإرادات بدل ما نكون عم نصرف بدون الإرادات في ذكرى فتح فتحان إحنا حركة اعتراضية إصلاحية داخل الحركة لنستعيدها من اللي سرؤوها داعش يسقط طائرة سارية التابعين الجند الخرافة الدولة الإسلامية بإسقاب هذه الطائرة عبارة أتلانتيك بعد الطائرة الماليزية ختام النشرة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر